الحياة كفاح مش جاية على المرتاح ينفع عنوان لقصتك آه عنوان جميل جدا ومناسب قوي لايق عليك آه لايق علي كفاح بدأ منين بدأ من قوي مما بدأ تمثل لو اتكلمنا على المشوار الفني يعني ومن قبل لا من قبل عادي يا بدأت على الفئولة كلية 13 سنة كلية ده كفاح آه ده بس ليه بقى 13 مفيش حد في الدنيا بيشتغل ويصغير كده وبعدين يبقى مطلوب فيقرأ ان هو يشتغل ويعمل رصيد وينتشر وبعدين اتجاوز قال ايه يعني وانا جوه جوه كلية عشان كده بنصح كل بنت لو ناوية انها تتجاوز يعني ريت تخلص الكلية انا مش تعف تخلص الكلية بعد الجوز مع مشاغل البيت وال والقال ايه اخلف جوه كلية والقال ايه مش هسكت او مخلفة تاني وانا جوه كلية قال لا 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 لانا مروح اللاجنة ببطني قدامي اوف واول مرة اركز ان انا حامل وبامتحن من ايه انا دايما بخش التختة فبخشها عادي بقى اتحشرتي اتحشرتي وبعدين الورقة لما جات فالقال بعشم انا بامتحن بالي كتير بقى ابتدقي اعدادي سنوي كله فالقال بعشم بوطي عشان خطر فجي توطي التختة ضربت في بطني فما بقيتش عادي وطي بقيت طوله اقفوله الامتحن باكتب كده ما هي ديئة ما هي على قد البنات اللي مش حوامل مش عامين حسابهم على قد الطالبات مش الزوجات والامهات قلسات مش مادامات فطول الامتحن بقى كنت قادة باكتب كده بس الحمد لله ترجمة نانسي قنقر